انتقل بما ذكرت لسيد ماهر مقداد سيد مقداد هل تتفق مع السيد طويل فيما قاله ومن وجهة أخرى من حركة فتح تحديدا هل تخشون شيئا ما في هذه المرحلة يعني لتحديد السؤال نخشى من شيء ما على من على قائمة حركة فتح ولا على القوائم الأخرى في مرحلة الطعوم بشكل عام لا لا واضح انه الطعون ذهبت باتجاهات محددة واضح انه الخصومة ذهبت باتجاهات محددة ليس من بين هذه الجهات حماس يبدو لي انه كان هناك شبه تفاهم او اتفاق على انه الحركتين لا يقوموا بالطعن ضد بعضهم البعض لكن ما جرى هو طعن على اثنين اعتقد من حركة حماس وانا برأي انه يحمل دلالة اخرى ليس لها علاقة باختراق هذا التفاهم الطعونات في معظمها على قوائم مستقلة اخرى قدمت ربما مئات الاعتراضات حتى يكون الاصطلاح قانوني صحيح والتي في النهاية اصبحت 230 سينظر فيها خلال الثلاثة ايام المقبلة نعم هذه الاعتراضات لم تطال حماس وانما طالت قوائم اخرى مستقلة كثيرا طيب انتم اذا لا خشي لديكم في هذه المرحلة كحركة فتح على قوائم متعددة دخلت في هذه الانتخابات لا انا بشعر بانه هذا الذي يحدث لا يعني يشعرك بانه هناك خوف من قائمة حركة فتح خاصة وانها تصب جام غضبها باتجاهات محددة وتريد بطريقة او باخرى ان تقصي بعض القوائم وان لا كيف يمكن تفسير هذه العشرات او هذا السيل من الاعتراضات التي في معظمها هي فيها سوء تقدير او سوء فهم لطبيعة القانون خاصة فيما يتعلق بالاقامة الدائمة او فيما يتعلق بالوظيفة او فيما يتعلق بالاحكام الجنائية كل ذلك يشعرك بانه لا هناك في قلق حقيقي وهذا القلق يترجم الى اعتراضات ومحاولات اقصاء لمصلحة من هو في النهاية لن يكون في مصلحة احد هو ضد الجميع لانه احنا نبحث عن عملية ديمقراطية شفافة ونزيهة تمكن الجميع من ان يخوض هذه المنافسة بشرف ثم يقرر الجماهير او تقرر الجماهير ما تريده وتحكم على المرحلة لاول مرة من 15 عام تقريبا بكل ما مضى خلال هذه الاعوام الخمستاش من ظروف قاسية ومن انقسام ومن تشضي وما الى ذلك الان هذا هو الوضع الطبيعي ما دون ذلك هو وضع غير طبيعي ومحاولة لحسم الانتخابات بشكل التفافي من خلال لجنة الانتخابات ومصادرة حق الجماهير في التصويت ومنح الشرعية للقوائم التي يراها مناسبة يعني هذه معركة قانونية انا بعتقد انه فيها كثير من الافتعال وما كان يجب ان تدور الامور على هذا النحو وكان يجب ان يكون هناك نأي للنفس عن محاولات التعطيل التي ليس لها اي سند قانوني وانا باعتقادي انه يعني في نوع من الاتهامات وصلت احيانا وفي نوع من عدم الفهم لطبيعة القانون في نوع من العرقلة وهذا بتقدير الان يخدم الوضع العام يعني